طبعاً مشغول أقول هذه الجملة يمكن في بعض الأمهات اللي في نفس الوضع عم بمروا في ظروف صعبة وعندك الإحساس إنك فشلت في حياتك وعم بتعاني من هذا الإحساس بالفشل الأمر ما انتهى محبة الله ما تغيرت الله بحبك بغض النظر الله ممكن يستخدم الفشل كسلم لتسلق المجد ومجغول أقول هذه الجملة إنه خطة الله لا تنتهي عند فشلك فلو خطة الله بتنتهي عند فشلنا كان كلياتنا فشلنا وما حدا بيرجع يعني الكل خلاص بينهار بيتحطم لكن خطة الله ما انتهت الله لسه عاوز يعمل حابب يعمل بس أنت انفتح للرب اليوم أنا بصلي طالما إنه هذا اليوم مميز في تاريخ حياتك شو رأك تيجي للرب؟ تقول له يا رب أنا فشلت بكل معنى الكلمة احكيها للرب أنا يا رب فشلت بكل معنى الكلمة لكن بشكرك لأنه محبتك ما تغيرت ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا تعالي مثل ما اسمعنا من كريستين اعترفي للرب توب أمام الرب واليوم ابتدي بداية جديدة بمعونة الرب لكن هاي البداية خلا تكون بتسليم حياتك للمسيح وتتويج الرب يسوع على قلبك وملك على حياتك من هذا اليوم وتأكدي إنه الله رح يعود رح يسترد المسلوب في حياتك وإنه الله مش رح يعني تضلك عايش في الخزي أو في العار رح يدحرج العار ورح يعود عن الخزي بتسبيح وفرح ويرفع راسك ويعود لك في مكانتك أضعاف أضعاف بصلي من كل قلبي إنه اليوم فعلا ربنا يشفي الإحساس بالفشل في حياتك حتى تكوني بركة للآخرين